موسيقى نشرة اخبارية موجزة من قناة المكلة اهلا بكم يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي لليوم السابع على التوالي غاراته المكثفة على المدنيين في قطاع غزة واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة عدوان جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية الى اكثر من 1800 شهيد واصابة ما يزيد عن 7000 جريع هذا وتواصل قوات جيش الكيان الاسرائيلي حشد قواتها على طول الحدود مع قطاع غزة استعدادا للعملية عسكرية برية اسرائيلية محتملة مع استمرار القصف فيما ذكرت الفصائل الفلسطينيان الغارات الاسرائيلية قتلت 13 اسيرا بينهم اجانب في قطاع غزة وفي هذا السياق قال المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأرونورا ان مطالبة اسرائيل اكثر من مليون مدني في شمال غزة بالانتقال الى الجنوب في غضون 24 ساعة امر مروع واضاف المفوض العام ان هذا سيؤدي الى مستويات غير مسبوقة من المعاناة مطالبا جميع الاطراف بالالتزام بقانون الحرب وتابع بانه حان الوقت لكي تنتصر الانسانية هذا وكان قد طالب جيش الاحتلال الاسرائيلي سكان شمال قطاع غزة باخلاء منازلهم والتوجه الى مناطق جنوب وادي غزة وتحدث عن عملية عسكرية واسعة شمال القطاع خرجت اليوم الجمعة مظاهرات ومسيرات شعبية في دول عربية واسلامية عدة نصرة لفلسطين وشعبها وتنديدا بعدوان الكيان الاسرائيلي على قطاع غزة ورفع المتظاهرون اعلام دولة فلسطين دعما لقطاع غزة في اليوم السابع من الحرب والتصعيد في غزة ومحيطها مرددين شعارات تطالب بوقف عدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدانة الصمت الدولي اتجاه الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين والحصار والتدمير الممنهج ضد قطاع غزة عقد مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة الرياض اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليم لمناقشة مجملة الأوضاع في البلاد وكذا تصعيد الميليشيات الحوثية ووجه المجلس الحكومة بمضاعفة التهود من أجل تحسين آليات تحصيل الإرادات العامة وحوكمة العمليات المالية وكذا الاستفادة المثلى من المنحة السعودية كما استعرض الاجتماع عددا من المقترحات والرؤى لتعزيز وحدة الصف والاستجابة الفاعلة لتطورات الأوضاع المحلية بما في ذلك مستجدات الوساطة التي تقودها المملكة السعودية وسلطنة عمان لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة أجرى رئيس حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء بن إنابة وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ طلال الصباح جرى في الاتصال تبادل وجهات النظر إزاء عدد من التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما جرى استعراض العلاقات بين البلدين والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى الدور التاريخي المستمر للكويت في دعم شعبنا في مختلف الظروف والأحوال ناقش اجتماع موسع برئاسة محافظ المهرى محمد علي ياسر أوضاع منفذ شحن البري وسبل الارتقاء بأدائه الجمركي والأمني وشدد الاجتماع على ضرورة تكامل الجهود بما يسهم في الارتقاء بعمل المنفذ والحد من عمليات تهريب البضائع والمركبات وكذا تقديم التسهيلات للتجار ونقل مكاتب التخليص للموقع الذي حددته السلطة المحلية خارج حرم المنفذ وإلى جانب الحفاظ على الصفة الاعتبارية والإدارية للمنفذ أكد محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي أن الأعمال التمثيلية والمسرح تعدان وسيلة للتأثير وإحداث التغيير في المجتمع وأشار المحافظ خلال اللقاء الفرقة التبعوية التابعة لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضر موت إن الفنون الأدائية تساعد على تثقيف المجتمع بأكمله كما بحث المحافظ مع الفرقة جوانب تطوير أعمالها الفنية وتعزيز دورها في التوعية اختتمت بمدينة المكلة الورشة التأسيسية لهيئة السلم المجتمعي بحضور وكيل حضر موت حسن الجيلاني ومدير عام المديرية العميد عبدالله بايشوت وتناولت الورشة مفهوم التخطيط الاستراتيجي وترابط عناصره والتحليل البيئة الداخلية والخارجية وكذا صياغة الغايات والأهداف الاستراتيجية والنظام الأساسي لهيئة السلم المجتمعي ناقش وكيل القطاع الصحي العلاجي لوزارة الصحة الوضع الصحي بمستشفى الشحر العام والحام النموذجي وأكد اللقاء بحضور مدير عام مكتب الصحة بساحل حضر موت ومدير عام مديرية الشحر على العمل بروح الفريق الواحد لأجل تنمية القطاع الصحي بالمديرية والمساهمة في توفير بعض الأجهزة الضرورية ختم هذه النشرة المجزة إلى اللقاء